هذا وأجرى الرئيس عبدالفتاح سيسي تصالا هاتفيا مع نظير العراقي عبداللطيف رشيد وتبادل الرئيسان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وخلال الاتصال أعرب الرئيسان عن خالص أمنياتهما بأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء وأن يديم على شعبي مصر والعراق الشقيقين للأمان والازدهار والتقدم